أزمة التنصط على الهواتف تعود إلى الواجهة من جديد في فلسطين ولكن هذه المرة من بوابة تنصط شركات الاتصال الفلسطينية على مسؤولين بالسلطة اللواء توفيق التراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أكد لسكاي نيوز عربي أنه تقدم بشكوى ضد الأجهزة الأمنية وشركة جوال على خلفية اتهامهم بمراقبة هواتفه الخاصة من دون أي مسوغات قانونية أو قرار نيابي بعد أن ندرج اسمه كشخصية يتم مراقبة اتصالاتها ضمن قائمة مسربة للشخصيات التي تم التنصط عليها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية قدم اللواء توفيق التراوي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح شكوى للنائب العام ضد جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني وشركة جوال الاتصالات الخليوية التراوي رفض التعليق على الأمر لكنه أكد رفع الدعوة التي أثارت زوبعة سياسية وقانونية وصلت إلى المطالبة باستقالة من يقف خلف التنصط على المكالمات واعتذار شركة جوال هذا انتهاك حقيقي لحقوق الإنسان ضمن المعايير الدولية هذه الأجهزة الأمنية عليها أن تعتذر للشعب الفلسطيني والمسؤولين عن هذه الانتهاكات يجب أن يحاكموا لكي يكونوا عبرة لما لا يعتبر وكذلك يجب أن يكون هناك انظار حقيقي لشركات الاتصالات وعليها أن تعود المتضررين وعليها كذلك أن تعترف مؤسسة الحق لحقوق الإنسان قدمت بلاغا جزائيا للنائب العام تطالبه فيه بفتح تحقيق جزائي شامل في قيام أجهزة أمنية بعمليات تنصط واسعة خلافا للقانون شاملت قوان وأحزابا سياسية وأعضاء في المجلس التشريعي ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وصحفيين وعائلاتهم وأعضاء في مجلس نقابة المحامين قضية التصمت على الهواتف هذه الجريمة هي مرتبطة بالحق العام وبالتالي من حق أي مواطن أن يقوم بتحريك دعوة جزائية للملاحقة على تلك الجريمة هذا الحق مكفول في المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية الذي يؤكد على أن لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النائب العام بهذا الخصوص لفتح تحقيق جزائي بالأمر فما بين المعالجة السياسية والقانونية لزوبعة التنصط هنا إلا أنها تخالف في روحها توجهات السلطة الفلسطينية في الانضمام إلى مؤسسات حقوقية دولية ترفع من سقف حريات طالبها قضايا التنصط أصبحت اليوم أمام مكتب النائب العام الفلسطيني بشكل فردي كالقضية التي رفعها اللواء توفيق التراوي أو مؤسسة الحق أما المواطن الفلسطيني فيخشى أن تكون هذه الهواتف نافذة للتجسس والتصنط على حياته الخاصة أما حقوقيون فيعتبرون أن السلطة الفلسطينية التي تعد لمشروع الاستقلال لربما قد تنزلق إلى الدولة البوليسية التي تنتهك الحريات وحقوق الإنسان في رسولة في سكاينيوز عربية رامالله معنا الآن من رمالله أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد رفيق عوض دكتور أحمد مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار يعني بداية دعني أوضح لا نريد أن نطلق أحكاما مسبقة ولا أن نصدر إدانات مسبقة لأنه في قضايا منظورة الآن أمام القضاء الفلسطيني ولكن بحسب المعلومات المتوفرة وخاصة هذه التسريبات التسريبات مصدرها ضابط فلسطيني كان يعمل في وحدة المراقبة الإلكترونية في جهاز الأمن الوقائي هو الذي نشر هذه المعلومات وبالتالي نحن نتعامل مع هذا المعطى من هذا المنطلق يعني نتحدث الآن إذا كانت المعلومات دقيقة عن فضيحة وطنية بكل معنى الكلمة أول مساء الخير صيد مهند أشكرك على هذا التقديم بأننا لسنا الآن بمعرض الإدانة والاتهام إطلاقا نحن نتحدث بالإطار العام وربما بالمسلمات أيضا بمعنى أنه نحن نربأ بأن تكون مجتمعنا أو سلطتنا أو نخبنا أو شركاتنا الوطنية هي تتجه نحو أو تنزلق نحو المنزلق البوليسي الشمولي اللي فيه عمليا في نهاية الأمر لا يخدم أهدافنا الوطنية ولا التنموية ولا الإنسانية ولا الحضارية وأيضا لا يليك بنا أنه نحن الذين نبحث عن حرياتنا أن نصادر حرياتنا بهذه الطريقة المسألة الأخرى بالإضافة إلى أنه هناك يجب البحث والمساءلة والتحقيق في كل ما يثار حول هذه القضية بالتأكيد يجب أن يثار الأمر لأن هذا يمس بالحقوق الأساسية للبني آدم حريته الشخصية خصوصياته معتقداته أراءه السياسية وغير السياسية نحن نعيش مش برفاهية نحن مش بالسويد نحن بفلسطين وفلسطين فيها كل شيء ونحن مشتبكون مع الاحتلال بالتالي أي نافلة تفتح على هذه الخصوصيات فيها مشكلة وحساسية عالية على فكرة بعيدا عن قصة الحريات والحقوق الإنسانية الأولى للبني آدم لا المسألة المختلفة هنا وبالتالي هناك حساسية أخرى يعني حساسية تضاف إلى الحساسية الأولى هناك حساسيتين عاليتين وخطيرتين جدا الخصوصية البشرية الإنسانية وأيضا الخصوصية أنه نحن مشتبكون مع الاحتلال وبالتالي لابد من بحث لابد من استقصاء لابد من تحقيق لابد من الكلام والشفافية ونحن أستاذ مهند وأنت تعرف نحن مجتمع مفتوح تماما شفاف تماما لا يوجد شيء عندنا أسرار تخفى نحن شعب صغير بالمناسبة هنا شعب صغير نعرف بعضنا البعض بالإسم حتى وبالتالي لا يخفى شيء لابد من البحث لابد من الاستقصاء لابد من تطويق هذا لابد من أيضا من الوصول إلى نتائج لتطويق الأمر لأنه زي ما تسميتها فضيحة نعم فضيحة وبالتالي لابد من لملبة هذا الوضع تماما يعني مسائل التنصط دكتور أحمد كما تعلم جيدا حتى في الدول المتقدمة الدول الديمقراطية بين قوسين تتم أحيانا عمليات من هذا النوع لأسباب تتعلق بالأمن القومي ولكن هناك يعني إجراءات واضحة في هذا الموضوع هناك قرارات يجب أن تتخذ أو يحصل عليها من القضاء أوامر معينة خاصة بالتنصط على أجهزة معينة ولكن أنت أشرت إلى مسألة الاحتلال هذا الضابط الذي نشر هذه المعلومات نشر معلومات خطيرة حقيقة يقول فيها أن العاملين في وحدة التنصط والمراقبة من جهازي المخابرات والأمن الوقائي كان لهم دور كبير في تقديم معلومات للاحتلال عن المقاومة الفلسطينية وقادتها في حرب عام 2014 هذه مسألة تتعدى الخصوصية الشخصية وكل هذه الأمور تتعدها إلى المس بجوهر القضية الفلسطينية برماتها هذا ما قصدته سيد مهند هذا ما قصدته نحن هنا في تحت الاحتلال نحن لسنا دولة ولسنا نظام سياسي وانتهى أمره لا لسنا بنظام سياسي عريق نحن ما زلنا نبحث عن أعراف وعن تقاليد بالتالي هذا ما قصدته بالضبط المسألة ليست تعلق فقط بالحريات الشخصية هذا الاشتباك مهند محتل عمليا يجعل من كل أمر كل أمر مهما كان تافيا وبسيطا وصغيرا له آثار وله أضرار بالتالي يعني عودة إلى أصل الحكاية أصل هذه الفضيحة أيضا لا بد من النظر إليها بكثير من الحساسيات والأسئلة والبحث بمعنى يجب أن نقفز أيضا لاستنتاجات ومرة أخرى أعود إلى مقدمتك هذا صعي جدا ما قلته حضرتك أنه بجداء نقفز تماما لاستنتاجات لأن الأمور يعني لا أستطيع أن أتكلم لا يتكلم بكل ما يعرف ولكن أيضا يجب البحث والتوقف طويلا عند كل معلومة كل حرف قيل من قالوا لماذا قالوا متى قالوا أين قالوا ما الهدف من ما يقول بالتالي نعم يعني لابد من الأسئلة ولذلك يعني للصعوبة أن نقفز إلى استنتاجات ولكن رغم أنه من الصعوبة ويجب أن نقفز إلى استنتاجات الآن خاصة من المسألة عند القضاء نقول بالأطر العامة أنه هناك أمر أمر خطير وخطير جدا ولأنه إحنا مجتمع مفتوح وشفاف والكل شايفنا ونحن نرى الكل وبالتالي لابد من لبنبت هذه الفضيحة وبالمناسبة إحنا الطبقة السياسية عنا يعني معتادة على هذه الخلافات زي أي ربما دول من فتحة أو يعني شفافة أيضا يعني في عنا هذا الكيميا الفلسطينية إذا بدك الخلافات الخلافات اللي فيها ربما مرت غبار كثير ولكن هذا جزء من الكيميا الفلسطينية التي نحن معتادون عليها والتي تبقى في الفنجان لكن هذه المرة لابد من إجابات حقيقة لابد من إجابات نتمنى أن تتم لملمة هذه القصة قبل أن تكبر أكثر من ذلك شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ العلوم السياسية كان معنا من رام الله شكرا جزيلا لك